ملتقى شباب الخريف في نسخته الثانية طبعا ملتقانا يجمع شباب الليبيين الفنانين والمهتمين كذلك المصورين والكتاب السنة هذه حبينا أن تكون المدينة القديمة هي الحاضنة لنا نستلهم منها في أفكارنا وتصوراتنا للمستقبل جمعنا بين الحداثة والأصالة في هذا الملتقى فعالياتنا كانت متنوعة طبعا تحت شوفوها كذلك أن الكتاب المشاركين معنا كانوا حتى من الكتاب الليبيين المقيمين في الخارج فتعاونوا معنا لأن الملتقى هو ضام لكل الفنانين والكتاب الليبيين باختلاف توجهاتهم واختلاف عروقهم وتصنيفاتهم أي كان شكلها فنحن جدا سعيدين بأن استطعنا نقدم هذا الملتقى بأجمل صورة وشكرا لستمعكم